قام العديد من رواد مواقع تواصل الاجتماعي برفع على كل من تويتر وفيسبوك لنشر الوعي وإنقاذ الحيوانات بالجزائر وأثارت قضية القالوف المعروف عنها أنها عبارة عن جمع الحيوانات الظلة كالقطط والكلاب وقتلها جماعيا استياء الرأي العام ورفع المواطنون من عدة ولايات الوطن شعارات ونداءات على خلفية انطلاق حملة تطهير الحيوانات الظلة أو بما تسمى القالوفة تطالب بتوقيفها والرأفة بالحيوانات خاصة بعد أن تم تسليب وتداول صور من داخل محشر بمعات الجزائر العاصمة والتي تظهر فيه طريقة قتل الحيوانات وانتشر الهاشتاغ الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع حيث دخل في التريندينج دعينا إلى توقيف هذه الحملة حيث فتح المواطنون النار على الجهات المكلفة بمثل هذه الحيوانات وجاءت حمالات تطهير الشوارع من القطط والكلاب الظلة خاصة بعد أنباء عن تسجيل وباء داء الكلب وسط الطلبة حيث طلب المواطنون بوضع حد لهذه الظاهرة التي أثارت الرأي العام والخاص